مصر الآن عندها حاجة مش موجودة في أوروبا كلها ألا وهي الطاقة تخيل يعني إيه يعني إحنا عندنا غاز ربنا ادينا شوية غاز بغاشة دعوة أمهاتنا والله وجدتنا غاز مجاعة أوروبا في الغاز المجاعة اللي هم عايشين فيها مخنوق عليهم الصن النهاردة بتقول إنها مش هتصدر غاز لأوروبا وبتقول أنا الغاز اللي عندي يكفيني إن أنا دف المواطن الصيني في فترة الشتن وروسيا قطع الخرطوم بتاع الغاز عن أوروبا أوروبا معزورة طيب عندك أزمة في ارتفاع أسعار النفط مؤلدات محطات الكهرباء ومحطات الكهرباء أيضا بتشتغل بالغاز من نعم ربنا إن إحنا عندنا كهرباء ضعف ما نحتاجه يعني إيه الكلام ده بالراحة إحنا بنستهلك في حدود تمانية وعشرين ألف ميجاوات المية وعشر مليون دول بالمصانع بالشركات تمانية وعشرين ألف ميجاوات عندنا قدرة كدولة كحكومة صرفنا فيها مليارات سيمينز لما جات إن إحنا ننتج ستة وخمسين ألف ميجاوات يعني إحنا عندنا قدرة لإنتاج ضعف الكهرباء حط دي على جنب وربنا كريمنا بشوية غاز بدليل بنصدر غاز في حدود عشر مليار دولار سنوية طيب لما أنا حط الغاز مع الكهرباء وعندنا الشمس والجو الجميل طب ما قدرش ما قدرش أستقطب مصنعين ثلاثة كبار من أوروبا يجوا يشتغلوا عندي يعني ما قدرش ده المستثمر هناك مش لقى إلا ده ينفع مصنع فولكسفاجن يسيب ألمانيا ويروح المغرب وبورندي وما يجيش مصر وإحنا عندنا لسه مجلس أعلى لتصنيع السيارات ده أنا عندي غاز ده أنا عندي كهرباء مش إحنا عندنا الكلام ده ده إحنا ناصية إحنا دولة ناصية وعندك بحار بحرين وعندك منطقة أقصادية في قناة سويس كيف كيف لحكومة بلدي إنها لم تنجح أو تغافلت عن أهم مصدرين متوفرين في بلدنا النهاردة وأوروبا تعاني من غيابهم إزاي؟ إزاي أنا ما بسافرش ما بطلعش وفود ما بروحش لأوروبا أقول لها تعالي هدي كل مصانعك اللي أنت عايزها أعلى تسهيلات أنت عايزها هدهالك أنا عندي غاز وعندي كهرباء ده أنا أديك كهرباء زي ما أنت عايزها أنا أقدر أديك 28 ألف ميجاواط وعندي غاز هو أنا كمصنع عايز ويعني عندي وعندي سوق 110 مليون وبوابة أفريقيا وبوابة أوروبا وبوابة أسيا المسؤولين فين هو أنا هاعد أحط إيدي على خدي لحد ما نعمل اتفاق مع صندوق النقد الدولي ونجيب كم مليار دولار هي كل قضيتنا هتتحل لما الكام مصر اللي برا هيبعتول الكام عربية ويعمل وديعة دولارية هي أزمة مصر هتتحل لما بيع الشائتين وحتيتين الأرض بالدولار للمصري اللي عاملين في الخارج ولا الأزمة تتحل بالتصنيع بالتصدير بالإنتاج أنت عندك مقومات هاي أنت اللي مش مستفيد بيها أنا باخد كلامك كمسؤول أنت بتقول لأنا عندي طاقة لتوليد كهرباء ضعف استهلاكي حلو وبتقول لي عندي غاز بدليل بتصدر شهريا بربعمائة وخمسين مليون دولار وعايز تصدر توصل للمليار دولار وده تصريح الدكتور محمد معيت أثناء مباحثاته مع صندوق النقد الدولي طيب فين بقى ليه بقى حطين إيدينا على خدينها ليه عمالين نقول فين والمصريين بعلوم الأرض لا ولا وديعة سيارات ولا غيره عليك أن توظف المنح الربانية اللي ادهالك وصرواتك النهاردة العالم كله في قزمة طيب حالي إحنا محتاجين مثلا ده مش عب بالمناسبة أنا كحكومة عملت الكهرباء هي وعملت الغاز وبالمناسبة دول ما كانوش موجودين قبل كده وكلفونا الدم يعني محطات الكهرباء دي سمنز إحنا واخدين منها قرد كان بعشرة مليار يورو طيب استفيد بقى طيب أنا هسدد القرد ازاي طيب أنا كحكومة عندي الحاجة دي بس أنا مش عارف أو أصفها ولا أسوأ هل أجيب شركات تسويق دولية هل أعمل مؤتمر اقتصادي غير المؤتمر اللي جاي بعد بكرة لحد ده للتلات أروق فيه لمصر هل أعمل دعاية في التلفزيونات العالمية أنا معرفش يعني هل أعمل مؤتمر في شرم الشيخ على هامش كوب 22 للسندق السيادية في العالم سندق الاستثمارات الكبيرة تعالوا مصر فيها غاز فيها كهرباء نسبت لهم سعر الصرف يعني إحنا كده كده خلال أيام هنحرر سعر الصرف بناء على طلب صندوق النقل للدول طيب قادي تثبيت سعر الصرف عايزين لبن العصفور هنعمله بس تعالوا لنا بقولك أوروبا كل يوم كل يوم الصحافة الدولية تتحدث عن أوروبا عن أزبة ومجاعة في الطاقة أنتظر هنا مسؤول ها أنتظر بقى مسؤول يعني يقرأ المنشط ده ياخد الطيارة ويروح لندن يروح أوروبا يلوم فيه إيه ولا تشيله أم ينقلوا مصانعكم اللي أنتوا عايزينها طلبات السادة إيه أوامركم عايز قطع أراضي هوفر هتدي لك كهرباء هتدي لك غاز هتدي لك اللي أنت عايزه ده هيشغل عمالة مصرية ده هيجيب لك عملة صعبة فين أنا أتكلم جد وكلام اللي بقوله بالمناسبة بسيط يعني أنا مش داخل في تعقيدات اقتصادية أنا بأخذ من كلام المسؤولين وبالأرقام عندنا فائد غاز عندنا فائد قهرباء أوروبا تعاني من مجاعة في الطاقة وربنا أدانا الطاقة اليومين دول الكهرباء والغاز طب مش بوظفها ليه هو أنا ناقص إيه هو أنا ليه عمالة لف ودور على دولار من بره وأعمل إيه وأعمل وديع يا مصرين بخمسة في المية ولا بخمسة ونصف في المية وليه كل الكلام ده ده المصنع يجي لك بكرة إزاي إزاي إحنا ما زعلناش على إن أكبر مصنع سيارات في ألمانيا يروح لدولة أفريقية زي بورندي مع كم الاحترام ليها ولشعبها وللدولة المغربية ولكن ده كل لها منافسة شريفة إزاي ما سألناش نفسينا طب المصنع الأول راح منك هل تصبح المصنع التاني يروح منك طب عملت خريطة بكل المصانع اللي في أوروبا اللي بتعاني من نقص الطاقة وممكن تقفل فتبعت لها قدمت حزم استثمارية تشجعية هعمل لكم هعمل لكم هعمل لكم تعالوا زوروا وشوفوا على الطبيعة عملت جولة إنك تجيب لك 500 مستثمر أوروبي 120 مستثمر أوروبي يرى البنية التحتية مش إحنا عمليم بنية تحتية طرق وكباري مش إحنا عندنا أفضل شبكة طرق النهاردة في أفريقيا وأوروبا مش عندنا غاز مش عندنا كهربا لماذا هذا العجز لماذا هذا فقر الفكر ليه بكلم جدا والله مع كامل احترامي للمؤتمر الاقتصادي القادم اللي هيعقد من الأحد للثلاثاء في فندو الماسا في العاصمة الإدارية يعني هل أنا محتاج لسه أذهب لده ولا أنا عندي فرص هو أنا كمواطن لما أرى ده تدفق استثمارات أجلبية تصنيع وهيجي ولاد بلد يشتغلوا فيها مش أنا يا أخوانا أنا هنبسط كمواطن عصابها تهدى عملة صعبة تدخل الجنيه يقوى شوية الدولار المجنون ده يقعل شوية ولاد يشتغلوا في المصانع دي العجلة تدور يا رب يكون حد سمعني من الحكومة